سلام عليكم اسمي عبيدة الميس من لبنان عايش بالإمارات العربية المتحدة نجبة الحلقة اليوم هتكون هي VW طوارق 2016 طبعا هي مش ال VW الوحيدة اللي بيمتلكها خليكم متابعين لآخر الحلقة لتعرفوا قصتي أكتر مع Volkswagen موسيقى ماذا تقصد مع VW؟ نحن بالعائلة عندي كان جدي هو خاله للوالد الله يرحمه كان عنده 2 VW بيتل موديل 72 فعنا أرض زراعية فكان عنده واحدة للشغل للسهل وواحدة للجخ للكشخة ضلت السيارة معه تقريبا عقود من تقريبا حدود العشرين سنة تقريبا أو أكتر كمان ودائما كان يعمل لها بس أنه دائما تعرف أنت بلبنان أو بالأردن بيعملوا تقريبا للسيارة بيعمل لها وجه دهان بيزبطها من هون ومن هون وكان الوالد الله يطول بعمره هو شغلته إيده يعني بيدهن سيارات وبيشتغل هذا الشيء حلو فهو كان دائما يزبط له إياها تمام بتذكر حاسي صارت معي حتى اتصلت بالوالد قبل حتى اتذكر قداش بالزبط كان عمري كان عمري بما أعتقد 5 سنين حسب ما أقول الوالد كان الوالد مع خاله ومع مرت خاله قاعدين بالسهل وأنا كنت بقلب السيارة كان عمري 5 سنين وقاعد حد على الستيرينغ وعم بلعب بسيارة نعم قالت له الوالد بيئ جب تتشيلني من السيارة قالت له مرت خاله لا لا تركو عادي مش هيعمل شيء قال له يا عمي قالت له ابدا تركو عادي مش هيعمل شيء فأنا مجرد ما كنت قاعد بالسيارة وحسيت انه هني صفنين وكانوا قاعدين ورا هني متركين على السيارة تحطيت لعبت جير كان محتوت عليها الجير شغلت السيارة وانا واقف انا كنت لتريلي واقف على الستيرينج هيك ولقيت السيارة مشت بس مشت السيارة وصاروا هني يركدوا وراي بالسهل الحمد لله ما كان بطريق او شي فكانت بسهل فأنا كنت ادعس بنزين بعض بزيادة لاخر شي قال لي بابا كان عندك حلين لأنك تنزل بالخندق لأنه في مثل عريشة عريشة عنب يعني وهي مبنية مثل عشاك القراش فأنا قررت انه فوتها بقلب العريشة وخبطت شي بسيط وطفت لحالة وهون ركدت طبعا مرتخاله للبابا وفي عنا عادي بلبنان اسمها طاسية الرعبة يا ما الشربين منه هيئة ما كنت شائي انا وصغير طيب عبيدة وبعد ما صارت قصة العريشة وطاسة الرعبة ومبارب شو وين انتقل عبيدة بقصة البيت أبل إلن شو صح كمان عند الوالد كان عنده VW Passat Passat Station Avant موديل تقريبا كمان الثمانينات وكان يخذنا فيه على المدرسة أنا وإخوتي الفوليسفاغن هي بصراحة أكتر من سيارة يعني بتحسها انه هيك جزء من عائلتك بالضبط كانت حسها انه هي جزء من العائلة وهي اللي اختيتني على المدرسة بحسها انه بتحكي بحسها بتنطق وحتى كمان الشي اللي اكدلي احساسي كمان بمحله هو بوقت يعني شفت كم فيلم عاملوا عن البيتل صحيح عن هيربي وانه هي سيارة وعندها احساس وهاك صح فبالفعل بالفعل السيارة هي أكتر من سيارة كيف بدت قصتك مع هاي الطوارق أو قصتك مع الفي دابلي بشكل عام بعد ما كبر عبيدة وصار هو مستقل وعنده دخله خاص نعم نحنا والله الحمد جيت على الإمارات العربية المتحدة وبتعرف انت يعني الحمد لله قد أمنت على وظيفة مرتبة وتزوجت وتزوجت قبل ما جيب السيارة فهون صار فيه دايما بس يتزوج الواحد انت بعدك أعزب بكرا ان شاء الله بيجيك جايك الدور وبتعرف ساعتها خلاص معاش صرت لحالك في عندك شريك بدك تستشيره بأي شي بتعمله فنحنا جينا وانا نشتري سيارة زوجتي كان عندها سيارة عادية وبالنسبة لإله السيارة هي سيارة اتخذها من A و B و بس اكتفقنا بعدين اني انا كنت حابب أنا بصراحة على طول أول ما قل بد اشتري سيارة وبراند نيو قلت هاي دي أول سيارة اللي قلت للي لازم تكون فوليسفاجن فطبعا دغري من ناحيتي انا روحت على طول على صوب فوليسفاجن الجي تي اي بس زوجتي للأسف معا حبت الفكرة انه السيارة شوي صغيري حستها وقالت لأ لحنا بدنا SUV بحس حالي مور سيف بال SUV عملنا تست درايف على تيجوان فولزباجن تيجوان وهي كانت اول سيارة لقليه كانت موديل 2013 سيارة بصراحة كانت اكتر من رائعة طلعت الوكالة نعم بزيرو براند نيو وانا اللي حبيت فيها واللي خلاني اني اختارها انه السيارة بالنهاية هي فيها البيس او الانجين تبع الجي تي اي فبتضل الجي تي اي انه موجودة وكيف نقتل الطوارق الآن؟ نقلنا للطوارق بصراحة كبرت العائلة اجتني بالنوت ما شاء في كارسيد وراء الله يخليك تسلم واجيني ان شاء الله بعد بيبي على الطريق ما شاء الله ما شاء الله حسنا انه لا حسنا انه الوقت حسنا انه حسنا انه حسنا نكبر عائلتنا ونجيب طوارق هو القصة كمان قصة الطوارق اللي حسنا انه انا نزلت على لبنان كنت منزل وانزلت بفصل الشيتي تقريبا وكان احنا عدين بالجبل فما كان حدا يقدر يصلي وانا ترأيت بدي استأجر سيارة فطبعا القلب على طول على الفي دابليو استأجرنا طوارق كان هذا الشيء تقريبا من 4 سنين استأجرنا طوارق وحبتها كثير للسيارة نظام فور موشن للتلج بيكون كثير ممتازة واسعة كبيرة السيارة هادية وعجبتها والحمد لله قلنا بس صار الوقت وكبرت العائلة على طول الفي دابليو هي بصراحة كان بدأ بالتيرمونت عجبتها ولكن الله طولي بالك الحمد لله لدينا بيبي وبعض في بيبي التيرمونت ان شاء الله على البيبي الثالث ان شاء الله لأنا أبد يالله يا رب طب بعد الطوارق هل ايجا شئي في دابليو تاني الحمد لله نعم عندي كمان ام كي سيكس تعملي ابتسامة كل يوم بركبة حتى قبل ما اركبة بتطلع علي بقول ما شاء الله عن جد سيارة رائعة بكل معنى الكلمة وانا بالنسبة لاليا يعني بس اطلع على المرية هاي هي سيارة هيدا هو عبيدة اه فهي جالبه إليك انتك انتك عبيدة عاشق سيارات عاشق في دابليو تستمتع فيها نعم هيدا لاليا لمزاجي بس بنفس الوقت ما بيمنع انه كمان ناخد العائلة لفة لانه ما شاء الله علي فور دورز واسعة واذا بتدوس فيها عادي تكون سيارة اقتصادية مع ذلك مشكلة طيب صح عبيدة اليوم هنروح اليوم هنروح يا كريم اليوم بدنا نروح نورجيك فرد من أفراد العيلي تبعنا تجرف يا زيدي الله يخليك ونعرفك علي أكتر يلا جاهز؟ انا دائما جاهز يلا يا رب تجرف يا زيدي هي بعد عندي تتذكر اللي قلت لك عنها هذه هي يعني بصراحة نحن نتوازع جيداً معنا وما وجهنا معها أي مشكلة أبداً ماذا تريدك تعمل بسيارتين عائليات؟ لماذا تجعلتها؟ قررت أن هذه السيارة سأعطيها إكسبورت على لبنان وسأسجلها في لبنان وسأكون سيارة العائلة في لبنان وإن شاء الله نقدر أنه يوماً ما يجعل بنتي يعني عمرها سنتين هلأ تكون تسوئة كمان ما شاء الله وهذه هي الـ هذه هي الموديل لدينا عام 2013 ما شاء الله عبيدة شكراً لك على هذا اليوم الله يبارك لك بسياراتك ما شاء الله يعني صراحة لك شيء جميل سيارتين عائلات سيارة شبابية ولكن ماذا تحكي للناس لتصوّط لك؟ كما تعفوا أنا قصتي مع Volkswagen من وقت كثير بكير من أنا وعمري خمسة سنين إن شاء الله يارب تكون عجبتكم قصتي صوتوا لي بالتوفيق لعبيدة وكل المشتركين بمسابقة VW Stars تذكروا تصويتكم ضرورة جداً لكي تصويتكم سيدخلكم سحب للفوز بسيارة VW Passat 2020 زيرو وكالة تأكدوا من تسجيل بيناتكم بشكل صحيح وبالتوفيق للجميع ونحوى الشعر الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جيتي السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة